موعد جديد للسناف العمل بمطار معيتية بعد تعليق العمل به مرات عدة ولأسباب مختلفة وسيكون الثاني عشر من ديسمبر موعد للتشغيل المرفق الحيوي الذي يستخدمه أكثر من ثلاثة ملايين نسمة بالمنطقة الغربية ومنذ توقف المطار عن العمل بفعل الاستهداف المتكرر من قبل طيران حفتر عملت السلطات في ترابلس على البدء في أعمال الصيانة والتوسعة به حيث أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هشامبوشكوات لليبيا الأحرار انتهاء أعمال الصيانة والتحوير في سالة الركاب وموقف السيارات إضافة إلى معالجة كافة الجوانب الأمنية في المطار وفق قوله وسبق لوزارة المواصلات تحديد موعد السناف العمل بالمرفق سبقه إعلال بتأخر عودة الملاحة إلى حين الانتهاء من الصيانة والتوسعة المقررتين في مطار معيتيقة من قبل إدارته منذ أكثر من أسبوعين بعد تضرور السقف وأنبيب تصريف المياه نتيجة تهاتل الأمطار على العاصمة ترابلس في حينها غير أن ما يثير المخاوف لدى الكثيرين حول إعلان مواعيد متتالية لاستئناف العمل بالمطار هو توفر الضمانات الكافية لكبح جمح حفتر وداعميه عن استهدافهم المتكرر للمطار بعد تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة مدنية المطار بالكامل مفيدا بتسليم كل المعلومات والإحداثيات عن قصف الأهداف المدنية من مستشفيات ومدارس ومطارات إلى مجلس الأمن الدولي ولجنة الخبراء المعنية بليبيا والمحكمة الجنائية الدولية عودة المطار إذن تبقى مرتبطة إما بضمانات دولية تضمن عدم استهدافه تتجاوز التصريحات المكررة من سلامة من جهة أو قدرة قوات الوفاق على رضع طيران حفتر من جهة أخرى فهل سيكون إعلان استئناف العمل بالمطار هذه المرة هو الأخير؟ اشتركوا في القناة